ولإلقاء الضوء أكثر على أمراض الخوف معنا في الستوديو الدكتور باسل علوذي طبيب نفسي من برلين أهلا بك دكتور دكتور ما هي الأعراض التي تشخص على أساسها أمراض الخوف أو الرهاب؟ نحن نميز في الخوف الخوف الطبيعي الصحي العادي والخوف المرضي الخوف المرضي نقسم إلى ثلاثة أقسام نعرفها في الطب النفسي الهلع الحاد والقلق العام والرهاب الرهاب أكثرها انتشارا وأعراض الرهاب أولا أن الشخص يشعر بشعور غير مريح ويشعر بعدم الأمان وعدم الأطمئنان ويخاف من حدوث الأسوأ ويصاحب ذلك أيضا أعراض جسمية مثل التعرق الشديد مثل خفقان القلب سرعة التنفس الغثيان الصداع حتى في كثير من الحالات سرعة التبول أو إرادة التبول والإسهال متى يتوجب على المصاب أن يتوجه إلى الطبيب؟ عندما تظهر هذه الأعراض عندما يرى هذه الأعراض لا بد أن يبادل هل يمكن للمصاب أن يخفف من حدة هذه الأعراض بنفسه؟ يمكن أولا أن يتكلم ويواجه نفسه بهذه الأعراض مشاكل ممكن يبحث عن من يتحاور معه ويتكلم معه ويحدثه عن ما أصابه ولكن من الضروري أن يلجأ إلى الطبيب؟ إلى الطبيب في الغالب لا يمكن أن يعالج نفسه بنفسه دكتور ذكر التقرير أن ثلثي المصابين هم من النساء هل النساء أكثر عرضة من الرجال لأمراض الخوف؟ ولماذا؟ في طبيعة النساء أن العاطفة عندهم أكثر فيتأثرون بالعواطف أكثر هل لهذه الأمراض أسباب وراثية؟ نعم لها أسباب وراثية إلى جانب أسباب بيئية واجتماعية لوحظة من خلال الأبحاث أن التوائم المتماثلين يكون نسبة حدوث إصابة الشخصين بأمراض الخوف تصل إلى 50% خلافا للتوائم غير المتماثلين في حدود 4% نتابع معك لاحقا دكتور الإحساس بالخوف قد يقود إلى حلقة مفرغة المصابون به يشعرون في البداية بخوف من شيء واحد محدد مثلا من عبور الشارع لكنه يتطور فيصبح المصاب خائفا من الشعور بالخوف ونقصد هنا القلق البسيط وإنما الرهاب والذعر فعلا حيث يشعر المصاب بهذه الحالة وكأنها نهاية العالم الخبر السعيد مشاهدين أن هناك طرق للخروج من هذه الدوامة تابعوا معنا اشتركوا في القناة